السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخفرك الله. كما قلت الجزائر خلاص. بقاش تمشي في الطريق الفرنسي. الجزائر راه اختار المعسكر الروسي الصيني. هذه المناورات اللي راه في البحر العبد المتوسط مش مناورات اعتباطية. راه منظمة بدقة بين الجزائر وروسيا والصين. لماذا? اولا لانشاء طريق تجاري قوي جدا. وكذلك بالنسبة للصين هذه وانشاء منطقة امنة للمياه الدافئة. في المياه الدافئة على شواطع البحر العبد المتوسط يعني هو احسن منطقة على الاطلاق هي الجزائر. ما تنسوش راهي كان الف وستمائة وعشرين كيلو متر اه عرض الساحل. وجزائر هي بوابة انتاع افريقيا. ولذلك فقد انطمت الجزائر ومبطرت طريق طرق الحرير الجديدة الصينية خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الافريقي في بيكين. افق وزارة الخارجي الجزائرية. واكدت المزارة في بيكين لها انها مش هذه القيمة الدبلوماتية التجارية. الشركة فيها قاضة ثلاثة وخمسين بلد افريقي. وقعت الجزائر والصين ومدكر التفاهم تنصر انضمام جزائر المبادرة الصينية. وتمدل مبادرة الطريق الحرير الصينية التي اطلقها رئيس شي جي جين بينك عام ١١١١ مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة. يعني الصين راح تستطمر مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة الرامية لتعزيز العلاقات التجارية بين بيكين والجزائر. ويعتبر المشروع الذي يطلق عليها كذلك في الصين اسم حزام وطريق. حزاماً اردن ياسر الصين باوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا. وطريق البحرية نتيح له الوصول الى افريقيا واوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي. كما تشكل البضائع الصينية ١١١٪ من واردات الجزائر العام ٢٠١١١٧. هذا في ٢١١١١. هل تصبح الصين في المرتبة الأولى من ناحية الواردات قبل فرنسا وثلاث دول أوروبية أخرى. يعني فرنسا مع ثلاث دول أوروبية أخرى الصين اكثر منهم. ما لا بتفهموا يعني كما يقولوا نعتبر الصين كشريك شريك رئيسي تياري رئيسي الأول للجزائر في العالم. ولهذا الصين ستستمر عدة مليارات من الدولارات في الجزائر. تخدم بها مشاريع البنية التحتية من طرق وسيك حديد ومرافق ومصنع. جزائر مدى بها الصين تستطمر في الجزائر. احنا مدى بنا ننهيو الهيمنة الفرنسية اللي هيمنة فرنسا تتعامل معنا بطريقة رابح خاصر. فرنسا تربح وحنا خاصرين. اما الصين فهي تتعامل معك بطريقة رابح رابح. مبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لا تنسوا ناش باشتراك. اخبار كرام.